قد يبدو هذا مؤلماً ولكن ما أهونه أمام معاناة باري ويلسون 14 عاماً دون انقطاع مع الصداع العنقودي أشد أنواع الصداع ألماً لم تجد مضادات الألم نفعاً في حالته بعض من عانوا من هذا المرض أودى بهم إلى الانتحار إن الألم يشبه وخزق ضيب ساخل غرزه أحدهم داخل عينيك المسح الدماغي سيمكن تقم الطبي من تحديد منطقة في الدماغ حيث سيتم إدخال قطب كهربائي بدأ الجراح في ثقب الجمجمة كل هذا والمريض صاح تماماً وتحت تأثير تخدير موضعي بيد ثابت يدخل الجراح القضيبة ببطء علماً بأن هامش الخطأ لا يتعدم المتراً واحداً تقوم تقنية التحفيز العميق للدماغ على وصل القطب الكهربائي بجهاز تحكم مثبت في صدر المريض وظيفة هذا الجهاز يأخذ شحنات كهربائية بوتيرة منتظمة تغذي تياراً ضعيفاً داخل الدماغ وهو ما يعطل الضرر الناتج عما ترسله المنطقة المتضررة من شحنات استخدمت هذه التقنية بنجاح في علاج اضطرابات أخرى في الدماغ مثل الشلل الرعاش ويجري تجربها الآن لعلاج مرض الاكتئاب بدأنا نثم الاضطرابات النفسية علاوة على الأمراض العضوية والدور الذي يمكن أن تلعبه الجراحة في علاجها بعودته إلى منزله يشعر باري بطعم الحرية مرت أربعة أشهر منذ أن خضع للعملية ولم تنتبه نوبة الصرع إلا مرة واحدة بدلاً من الألم المبرح الذي كان لا يفارقه رائع رائع وحس كأن عبءاً قد أوزيح عن كاهلي باري وزوجته الآن يخططان للتقاعد دون آلام الصدع التي كانت تنغص عيشهما